عمنا فؤاد حداد كان بيقول لسه في قلبي ولسه في عيني إلا فلسطين فلسطين ما تشلش أرض رجلي فيها وتنقل الخطوة الجاية إلا فلسطين صباح الخير يا فلسطين صباح الأمل والعزة صباح بريحة وطعم برطقان يافة وشجر الخليل الغالي وورد غزة لماله أبدا في الدنيا مسيح الحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر ولسه مع حضراتكم في متابعة مستمرة لتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتحركات المصرية المكثفة لاحتواء الأزمة وإحماية المدنيين واستعادة تهدئة مرة أخرى في القطاع امبارح كلنا تبعنا القمة المصرية الأردنية المهمة اللي عقدت في القاهرة بين سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن اللي تم فيها بحث التصعيد العسكري في قطاع غزة وما ترتب عليه من تدهور كبير الأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وسقوط الألاف من الشهداء والمصابين كانت قمة مهمة جدا جمالة بكل تأكيد يا محمد وزي ما قلت يمكن الحقيقة يمكن من آخر مظاهر هذا التصعيد هو قصف كنيسة سابرفيريس للروم الأرثوديكسي اللي كان بيحتمي فيها ربعمية من الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين بالعودة مرة أخرى لقمة المصرية الأردنية الحقيقة هذه القمة كان لها مخرجات ورسائل واضحة وصريحة أولها يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستمر ودائم وثانيها التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع لأشقائنا فغزة ده بالإضافة أيضا لرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء كان إلى مصر أو الأردن والتحذير أيضا من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي حياة جمانة كانت رسائل قوية جدا من الزعيمين وكان فيه تأكيد على دور الدولة المصرية وموقف الدولة المصرية الثابت اللي بيرفض تماما أي دعوة لتهجير الفلسطينيين لترك الفلسطينيين لأرضهم أو الخروج خارج الدولة الفلسطينية تم بشكل مباشر توجيه رسالة أنه ده معناه باختصار شديد تصفية القضية الفلسطينية في نفس الوقت هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري عشان كده مبارح كلنا تابعنا حالة كده من الحالات المدهشة غير المسبوقة للالتفاف الشعبي والبرلماني والحزبي والسياسي دعم القرارات الخاصة بالدولة المصرية دعم ما اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تفويد مباشرة في تفويد السيد الرئيس لحماية أمن مصر القومي لحظة مهمة جدا بتمر بتاريخ الدولة المصرية حالة غير مسبوقة من الالتفاف حول القضية كأن القضية فعلا لسه حية جمانة على كل المستويات هل تتكلم هنا على المستوى الرسمي المستوى البرلماني السياسي كمان مستوى الشارع مبارح كان فيه مشهد في الجامعات المصرية كلها بتخرج وبتهتف الفلسطين وبحضور القضية الفلسطينية صحيح محمد يمكن الحقيقة هذا التصعيد الأخير التصعيد العنيف يمكن لو هنقول بس أنه في منحة وحيدة من هذه المحنة هي فكرة أنه هذه القضية تم مش هقول إنعاشها ولا إعادة إحياة لكن أنه فيه جيل جديد ما كانش عارف أبعادها بشكل كبير عارفها مرة تانية مرة تانية تم وضع القضية الفلسطينية على قمة أولويات الوطن العربي الجيل الجديد اللي كان طالع كان محتاج يعرف أبعاد القضية الفلسطينية وإحنا بنتكلم على كمان أيضا القمة المصرية الأردنية يمكن اتفق وتبعنا اتفاق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل أردن على دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في قطاع غزة مع التأكيد على الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ده اللي هيحقق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة موقفنا موقف مصر هو موقف ثابت وداعم موقف قوي وصارم ولا يقبل الجدال كان من البداية وإحنا بنتابع منذ السابع من أكتوبر كانت مصر عدت بكذا مرحلة من أول التلميح يعني والتلويح بالباتي خلاص احنا بالنسبة لنا الموضوع واضح القرار المصري واضح الموقف المصري واضح ولا يقبل جدال صحيح دعم غير مسبوك للقضية الفلسطينية جمانة ولن يرحل الفلسطينيون من أرضهم دي الرسالة المهمة جدا فكرة تصفية القضية الفلسطينية والوعي كمان بضرورة التمسك والتشبث بالأرض احنا مش محتاجين نكرر مرة أخرى اللي حصل سنة 48 والتهجير والهجرة وما يعرف بالنجبة الفلسطيني ملتزم وقادر انه يحافظ على أرضه لاخر لحظة في حياته صباح الخير يا مصر صباح الخير يا فلسطين صباح الخير اشتركناней وقامأت